شهد رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي والشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وتحالف الوقود الأخضر وذلك لإقامة مشروع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة لإنتاج 350 ألف طن من الوقود الأخضر سنويا بهدف تموين السفن من جانبه أكد مدبولي حرص الدولة على توقيع المزيد من المشروعات التي تعمل على دعم التحول للاقتصاد الأخضر بما يمكنها من أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة الخضراء وتهدف مذكرة التفاهم إلى إقامة مشروع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة لإنتاج 140 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويا قابلة للزيادة تدريجيا لنحو 350 ألف طن سنويا على أن يتم تغذية المنشأة بالهايدروجين الأخضر المنتج من مياه البحر المحلة والطاقة المتجددة المولدة في المواقع حيث يتم النقل على شبكة الكهرباء الوطنية